ايه زيكم طبعين قناة عبدالشيكي عاملوني وحشتوني جدا جدا في الفيديو بتاعنا قرضة اجيب لكم شوية عرضات حلوة قوي كلاب مستوى عالي قوي ما بجيبش انا اي حاجة وخلاص عارف ان انا بتأخر جامد قوي في الفيديوهات والقناة الحمد لله بتتطور واحد واحدة بس عبال ما بلاقي الشغل وكمال انا باباوراها مذاكرة وكان اول حاجة معانا ده دكر بولي ما شاء الله علي حاجة يعني من الاخر دكر جمجومة جسمة الوان دكر مفهوش غلطة الله اكبر للجواز فقط دكر جمجومة باينة الوانات باينة باين جدا من بصة الكلب ان هو يعني من الاخر بيموت بني ادمين كلب ديناصورة بصة على كلب يعني فهمو زي ما تفهموها بقى بس الكلب ده شكله عجبني قوي ما شاء الله ربنا بارك لصاحبه حاجة تخفى فلانت عندك اي انتهى يا بولي عايز تجوزها تكلم صاحب الدكر دوت وشوف الدنيا معا ايه سعر الجوازة مقابل جراوي ولا مقابل مادي في المكانه التفاصيل ده كلها ان هو ما قديش وقال لي دكر بولي للجواز فقط هو حاجة الله اكبر عليها تاني حاجة معنا ده دكر رويل بلاك سبع شهور دكر مش احسن مستوى بس معقول يعتبر متوسط او اعلى من المتوسط يعني كلب حلو مطلوب فيه تمنمية وخمسين جنيه يا بلاش جاب لكم اسعار بكلاب والله ما تلاقاه في اي قناة او اي حتة تانية دكر زي الفل بتممية وخمسين جنيه مع نفس الشخص معان تايتين النتاية ديت عمرها سبع شهور بتممية وخمسين جنيه برضو النتاية دي حاجة حلوة تنفعك لو انت عايز تفرخ مع المدى اتبعيد شوية عندها سبع شهور يعني قدامك فترة صغيرة وتكون جاهزة للجواز النتاية التانية بتممية وخمسين جنيه برضو بس دي قلوناتها حامرة قوي بس وشها فاتح قوي يعني وشها في اسود مع الشكل اللي انا بحبه بصراحة كلب ماء كويس بتممية جنيه العنوان المؤطم رقم صاحب الكلب على الشاشة عصت دكر او عصت اي انتاية من النتايتين تكلم صاحب الدكر او لو انت عايز تشيل التلات كلاب على بعض اكيد اكيد الكلب سعره هيختلف الكلب هيكون بس انا بدل ما تبنى خمسين يحسبها التلاتة واكيد السعر هينزل بس انا جايب والله يجايب لكم نتي تنفع انتها تفرخ منها وتكسب من وراها ماكسب محترم اوي بعد كده معانا دكر بيت بول ما شاء الله مستوى حلو المكان الجيزة اا فالكلب ده هو حلو ما شاء الله يعني اعتبر الجارو اا هو خمسين يوم اا متطعم ددان ومطلوب فيه الف وخمسمائة جنيه المكان مبابة السوري مش اا مش اا الجيزة معلش المكان مبابة الف وخمسمائة جنيه الجارو مستوى حلو تذكر انا شايفه هو بني فابيض مش مش عادي الوان على حاسب دي ازواب ما باكلش انا منكول اللون ده بسعر اللون ده عال اللون ده مطلوب الكلام ده انت زوقك ايه وشوف انت عايز تجيبه ايه دوت طبعا مش باين حاجة غير بقء جموسها بس ده اللي انا شايفه بعد كده ده دكر بيت بول مستوى عالي ده حاجة ريئة هو من الصورة مش باين ازا كان بيت بول ولا بولي فانت لو عايزه خلي صاحب الكلب يبعط لك صور ليه واضحة اكتر لهم عايز غير الصورة دات هو دكر ده تسع شهور مطلوب في الفين جنيه المكان الجيزة لون ابيض كلب حلو بس انا مش شايف ازا كان هو طول هو جمجمته قلب على بولي شوية لكن طوله مش واضح عشان هو الكلب قاعد يفضل لايكون في فيديو او صور تاني او الكلب واقف الكلب يتحرك الكلام ده كله علشان يبين بالنسبة لك ده بيت بول ولا بولي هو مطلوب في الفين جنيه والمكان الجيزة تذكر حاجة كويسة لو انت عاوز تفرخ في عالم البيت بول في عالم البولي يبقى تكلم صاحب الكلب ده بعد كده دي نتاية كين كورسو كلبة من المستويات الحلوة جدا ما شاء الله من المستويات يعني العالمية كلبة خمس شهور مطعامة بالضفطة البتاحة الكلبة مستوها عالي كويسة رقم صاحب الكلبة على الشاشة الكلاب اللي بالمستويه دوت يا جدعان ما حدش بيقول سعرها دايما سعرها بيكون خاص لو انت من غوين الكين كورسو النتي اللي عايز تفرخ كلبة تجيب من وراها جراوي كويسة جدا ارشح لك النتاية الوش انا مش هاي بحس ان لسانها ما شاء الله تلتة متر قدام فالكلبة ديت لو انت من غوين جامد الكين كورسو والنيتي والفرخ اشرح لك جدا جدا الكلبة دي بعد كده ده دكر جيرمان مستوي عالي الوانات حمرة جسم اه هو وجسم ممتاز وشعر اسود اه ومسك اسود والواناته محمرة جدا ما شاء الله تسع شهور مع دفتر التطاعمات كلب فيه شراسة مطلوب في الكلب دوت تمن تلاف جنيه المكان المنصورة صاحب الكلب رقموه على الشاشة الوش الكلب حلو نسبيا بس الواناته مش بني عادية دي الوانات محمرة حاجة ما شاء الله مطلوب فيه تمن تلاف جنيه خليه بعط لك فيديوهات وصور تانية وروح لو انت مسلا قريب مسلا روح وشوف اه الدنيا فيها ايه طبعا الكاسحة بينة ما شاء الله بس السورة ديها تقديمة شوية كلب حلو تمن تلاف جنيه مع الضفتر بتاع التطاعمات جسمه حلو الوانات حلو كده نكون وسنا لهاية الحلقة يا رب تكون فاتتكم وعجبتهم معانا شوية كان ما كانش كلاب كتيرة او الحمد لله بس عشان نمشي اه الدنيا لو عاصل تعرضوا اي كلاب رقمي موجود في الديسكريبشن هسيبلكم اه رابط الانستجرام بتاعي يعني تشرفوني هناك وازن الله الفترة اللي جاية هحاول على الان ده مقدر انا اصور فيديوهات بشكل مستمر واشوفكم الفيديو جاي سلام موسيقى موسيقى موسيقى